شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان بسم الله الرحمن الرحيم يا هلو مرحبا فيكم متابعين الكرام في هذه الومضة من برنامجكم ومضات رمضانية ومضة مميزة بذن الله عز وجل مع ضيف مميز في هذه الحلقة ضيف هذه الحلقة الدكتور سلطان بن بدير العتيبي رئيس قسم علوم القرآن بجامعة جدة باسمكم جميعا متابعين الكرام نرحب به أجمل ترحيب أهلا وسهلا دكتور سلطان مرحبا فيك الله يحييكم جميعا حيي المشاهدين جميعا حكا الله دكتور سلطان قوة الأمل وحسن الظن بالله عز وجل وقف مع قول الله سبحانه وتعالى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل كيف يتعامل الإنسان مع الحوادث الميؤوس منها طيب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها الحقيقة القرآن تكلم كثيرا عن مفهوم اليأس وخلاصته أنه لا يأس للمؤمن مع الله لا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر فلا يوجد في قاموس القرآن من أوله إلى آخره يأس إذا كانت تعامل مع الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ما في يأس أبدا ولا رائحة لليأس في القرآن الكريم هذه الآية التي ذكرتها أستاذ تركي هي من أعظم الشواهد على قوة الرجاء بالله وقوة الظن وقطع اليأس تماما حتى في الحوادث الميؤوس منها هذه الآيات تكلمت عن يأس جديد أو عن حدث عفوا أسى جديد وقع لنبي الله يعقوب الأسى الأول وقع بفقده يوسف عليه السلام مضى أربعون عاما ولم تنقطع العلاقة أبدا بين يعقوب وبين الله جل جلاله حتى جاء حدث آخر وهو فقد الإبن الآخر الشقيق ليوسف وهو بن يمين عليهم جميعا الصلاة والسلام لما فقد بن يمين وصف الله هذا المشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أي مثل ما سولت لكم في فقد يوسف سولت مكيدة أخرى في من؟ في بن يمين لكن انظر إلى اليقين في قلب يعقوب عليه السلام قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا يوسف الذي مضى على فقده أربعين عاما وبن يمين شواهد اليقين بالله كثيرة أولا يحتاج في الحوادث الميؤوس منها والأحداث الميؤوس منها في حياتنا الصبر الجميل والصبر الجميل هو الذي لا شكاية للبشر فيه لذلك قال يعقوب في نفس هذه الآيات قال ماذا؟ قال بعد هذه الحادثة طبعا الله وصف حلقا وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يعني أحيانا الحزن والحوادث تؤثر في النفس لكنها لا تقطع العلاقة مع الله أبدا فهم ردوا عليه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف يعني المفروض تنسى يوسف أربعين سنة يعني تذكر الآن خلاص هذه حادثة ميؤوس من أنك تجد يوسف الأصل في مقيس البشر وقاموس البشر حادث مرة عليها أربعين سنة يعني فقدت ابنك قبل أربعين سنة هل تظن يرجع؟ عند ضعفة الإيمان لا يمكن لكن عند الأنبياء والصالحين أبدا هل يأس بالله ما دامت النفس في النفس؟ ما دام النفس في النفس لذلك قال قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهاركين هذا هو الشاهد قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أصلا أنا ما شكوت لكم ولا للبشر وأعلم من الله ما لا تعلمون طبعا الحوادث لها يعني تعبير ولها وقع في النفس لذلك الله لما وصف لما وصف يعقوب قال فهو كظيم يعني بسبب الحزن كظيم الكظيم هو استاذ تركي القربة المكظومة يعني القربة الممتلئة مكظومة أي مغلقة من فوهتها فشبه الله حالي يعقوب في الحزن هذا الذي تجمع لك كأنه ممتلئ يكاد ينفجر من الحزن على فقد ابنين من أعزي وأحبي أبنائي لأقلم لكنه مع هذا كله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وأيضا قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم هو الذي يعلم أين فقد وهو الحكيم في رجوعهما وهو الحكيم في رجوعهما في الوقت الذي يراه جل جلاله الفرق دائما بين النبي والصحابي من جهة والمنافق وضعيف الإيمان من جهة شيء يا أستاذ تركي والكلام للمشاهدين والمشاهدات وهو أن الصالحين كلما تطاولت الأزمنة للرجاء مع الله كلما زاد اليقين والتعلق بحصول هذا الشيء والمنافق وضعيف لمن كلما طال الزمان وتطاولت الأزمنة كلما دب اليأس في قلبه لكن لأن التعامل مع الله فهو الذي يأتي بهم جميعا إنه هو الحكيم العليم الحكيم سبحانه وتعالى بارك الله فيك دكتور سلطان الله عز وجل من خلال هذه الآيات من خلال هذه السورة العظيمة السورة يوسف يقول إنما أشك بثي وحزني إلى الله وهناك مقولة تقول الأسى يبعث الأسى هل من قصة دكتور سلطان مرتبطة بهذا الحدث أو بهذه الآيات؟ طبعا الإمام الرازي في تفسيره التفسير الكبير ومفاتح الغيب وهذا نعتبر التفسير مظلوم بعض الناس قال فيه كل شيء للتفسير والحقيقة أن فيه كل شيء والتفسير ذكر هنا قصة عجيبة فريدة تحت هذه الآية إذا قرأت هذه القصة أو سمعتها لا يمكن أن ينفك عنك هذا المعنى أبدا معنى هذه الآية أن فقد بن يامين أثار الأسى القديم وهو فقد من؟ فقد يوسف ذكر أن متمم بن نويره ومالك بن نويره وكلاهما شعراء وكلاهما صحابة قال بعضهما رأى رسول الله مرة والذي رأى رسول الله لو مرة واحدة صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك يعتبر صحابيا مالك بن نويره قتل بالخطأ قال بعضهم أن الصحابة قتلوه خطأ فجعل متمم بن نويره يرثيه رثاء عجيب طويلا حتى أن عمر وهو أمير الممين قال يا متمم ألا ترثي أخي زيدا يقوله عمر قال متمم يا أمير الممين لو مات أخي مالك كما مات أخوك زيد ما رثيته لأن زيد مات شهيدا والشهداء أحيانا عند ربهم يرزقون فالشهداء لا يرثون ولكنه لكثرة ما رأى عمر كان ذواقا للشعر لكثرة ما رأى توجد متمم وحزنه على أخيه مالك طمع أن يسليه في رثاء أخي زيد لأن عمر أيضا يحب أخاه فجعل متمم كلما سافر مع رفقه ومر قبرا أو رأى قبورا بكى تذكر قبر أخيه مالك ومالك طبعا قيل أنه مدهون بين أرضين إحدهما تدعى اللوى والأخرى الدكادك فمرة من المرات أيضا مع رفقته مرة على مقبرة فبكى فعره أنه تذكر من تذكر أخاه فأكثر يعني قالوا كانك أكثرت علينا يا متمم يعني معقول كلما رأيك قبرا أو قبورا يعني بكيت فرد عليهم بثلاثة أبيات من الشعر هي من أمتع ما سمعت في الشعر هذه القصة ذكرها الرازي تحت هذه الآية قال وقد لامني عند القبور على البكى رفيقي لتذرا في الدموع السوافكي فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى والدكادك فقلت له إن الأساء يبعث الأساء فدعني فهذا كله قبر مالكي فهذا هو الشاهد الأساء يبعث الأساء مشاهدة القبور ذكر متمما قبر أخيه مالك فكل مرة قبورا تحرك هذا الأساء نفس الواقع الذي حدث ليعقوب بعد أربعين عاما من فقد يوسف أثير هذا الجرح مرة أخرى بفقد بن يمين لكن الله كان صادقا سبحانه وتعالى وما زال فجمع يعقوب بابنيه فقرت عينه فارتد بصيرا وقوي اليقين بالله هذه القصة وهذه الصورة صورة يوسف هي للقانطين لليائسين لمن ينتظرون الفرج عسى الله أن يأتيني بهم جميعا فهذه الرسالة لي ولكم جميعا وأسأل الله سبحانه أن يجعلها في قلوبنا أكثر ما تكون على ألسنتنا في نهاية حلقتنا لا يسعنوا لأن أتقدم بالشكر الجزيل لكم دكتور سلطان على تلبية دعوة البرنامج الله يحييكم أشكر لكم جميعا وعسى هذا الكلام يكون بركة وهداية علينا وعلى ذرياتنا إلى يوم الدين والشكر لكم متابعين الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الومضة انتظرونا في حلقة جديدة وظيف مميز بإذن الله عز وجل نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان اشتركوا في القناة